إنه أقوى كائن في الفضاء ويقضع عند حافة الكون هو الأقوى والأبعد والأغرب في كائنات الفضاء المكتشفة حتى الآن قد تظن أنه الثقب الأسود ولكن أقول لك لا إنه أكثر رعبا وفتكا إنه الكويزر ما هو هذا الوحش الكون المهول وكيف نشأ وماذا يفعل وما تأثيره في الكون وأين يقع في هذا الكون ابقى معي للنهاية لتعرف كل شيء كيف تم اكتشاف الكويزر بدأت قصة اكتشاف الكويزر في خمسينات القرن الماضي حيث كان الفلاكيون يستخدمون تلسكوبات راديو لاستكشاف الأصوات في الفضاء تعرف الفلاكيون على سماع موجات راديو شديدة القوة ثم اكتشفوا أن هناك أجساما تصدر هذه الموجات كما اكتشفوا أنها تصدر أيضا آشعة إكسو آشعة جاما وآشعة راديووية وأنواع متعددة من الآشعة اكتشف الفلاكيون أن الآشعة المنبعثة ضخمة جدا وغير عادية وحيث لم يسبق اكتشاف هذا الكم الهائل من الآشعة من قبل خمنوا أنها صادرة عن نجم عملاق واطلق عليه الفلاكيون اسم شبيه نجم المشعة أو كويزر لأنه يبدو من بعيد كنجم باهد بسبب بعضه الشديد عن مجراتنا ثم اكتشفوا أن الكويزر هو نواه لمجرة شديدة البعد عن مجرتنا وتوسطها ثجب أسود فائق الضخامة طاقة المهولة التي يولدها الكويزر حتى الآن يعتبر الفلاكيون الكويزر أبعد الأجسام الفلاكية وأكثرها نشاطا ويعد أكبر مصدر للطاقة الكهرومغناطيسية بمختلف أنواعها من الآشعة ينتج الكويزر طاقة تعادل طاقة المئات من المجرات مجتمعة يصدر الكويزر طاقة تصل إلى التريليونات من الألكترون فولت وهي تعتبر أكبر طاقة تم رصدها حتى الآن طبيعة الكويزر العجيبة يحيط بالكويزر غازات تعادل حجم المجرة ولكنها ذات كثافة عالية وساخنة جدا تبلغ سرعة الغازات والرياح في محيط الكويزر إلى 74 مليون كيلو متر في الساعة يقع في قلب الكويزر ثجب أسود هائل يجذب تلك الغازات ويبتلعها تماما تعد الكويزرات على أنها الأجسام الأغرب والأبعد في الكون ويعتبرها الكثير من العلماء بأنها تقع في أطراف الكون المرئي بالنسبة لنا فهي تقع عند حافة الكون وتصل درجة حرارة الغازات المحيطة بثق بالكويزر إلى مئات الآلاف من الدرجات المئوية تصدر الكويزرات طاقة تعادل ما تصدر مجرة ضرب التبانة بألف مرة ويصل سطوعها الشديد إلى ما يقرب ألف مرة سطوع جميع النجوم الموجودة في مجرتنا ضرب التبانة ويصل سطوعها ما يعادل تروليون نجم ومصدر هذا الضوء يعود لجذب الثقب الأسود الفائق الذي يقع في قلب الكويزر حيث يبتلع الغازات والمادة التي تكون في قلب مجرة من المجرات الصحيقة اكتشف الفلاكيون من خلال مرصد هابل الفضائي أن الكويزر يستمد طاقته من خلال الاستضامات الشديدة بين المجرات مما يمده بالوقود عن طريق الثقوب السوداء المركزية التي تقع في مركزه كما ينشأ الكويزر أيضا من الاستضامات المتعددة لملايين النجوم المحتشدة في قلب مجرة متهالكة فبذلك يكون الكويزر هو الطاقة الناتجة من سقوط الغاز والغبار وغيرهم من الأجسام في ثقب أسود فائق الضخامة يقع في قلب إحدى المجرات كيف تستمد الكويزرات طاقتها؟ تستمد الكويزرات طاقتها من تلك الغازات المحيطة بالثقب الأسود الذي يقع في مركزها وهو ثقب أسود فائق الضخامة تقدر كتلته بنحو 2 مليار كتلة شمسية كما تستمد الكويزرات طاقتها من خلال الإفناء المتبادل للمادة والمادة المضادة التي يكون بداخلها الكويزر والثقب الأبيض يرى الكثير من العلماء أن الكويزرات هي ثقوب بيضاء أو الوجه الآخر للثقوب السوداء حيث تخرج المادة التي ابتلعها ثقب أسود في مكان آخر من الكون أو حتى من أكوان أخرى الكويزرات المكتشفة حديثا وعددها يبلغ عدد الكويزرات في الكون بنحو 2000 كويزر وفي شهر ديسمبر من عام 2017 رصد العلماء أبعد كويزر حيث يبلغ بعضو أكثر من 13 مليار سنة ضوئية عن كوكب الأرض حيث يقبع عند حفة الكون المنظور بالنسبة لنا وتم تقدير كتلته بنحو 800 مليون كتلة شمسية وتعود نشأته إلى 690 مليون سنة بعد الانفجار العظيم تأثير الكويزر في الكون يعمل الكويزر على إيقاف لادة نجوم جديدة في المجرة التي يقبع في مركزها مما يؤدي إلى تعقف نمو المجرة وبهذا يعمل الكويزر على الاحتفاظ بكتلة المجرة عند حد معين لاحظ العلماء أن المجرات التي تحتوي على كويزرات تندمج بسهولة وهذا يعني أن الكويزرات تعمل على اندماج المجرات التي تقع في مركزها اكتشاف كويزر الثنائي تم رصد كويزر مزدوج في عام 1989 وذلك في مرسد WM في هواي وهذا يعتبر حدث نادر كما يقول علماء الفلك نموذج توضيحي لكيفية عمل الكويزر يقوم الكويزر بجذب الكواكب والنجوم والأجسام التي تمر حوله بشدة نظرا لجاذبياته الشديدة فتبدأ تلك الأجسام التي سحبتها جاذبياته بالاتجاه نحو محيطه وتتمدد كقطعة من المقارونة وتمتد وتتقلص شائع فشائع حتى تصبح ذرات من دمن الظرات والغبار والغاز الذي يدور في محيط الكويزر ويبدأ الكويزر في التهام كل الأجسام التي تدور في محيطه ويبتلعها تماما تتزود الكويزرات بالطاقة من المواد التي تبتلعها وكلما ابتلعت مواد أكثر كلما ازدادت لمعانا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر